لازم نتكلم في الطب بقى هنعمل ايه الطب بقى الصائب الثالثة ها الصائب الثالثة اه مش هتخرج القلب طبعا مهم جدا الساعات كتير قوي فيه غلطة بتحصل بس قبل ما ابتدي القلب اه كنت فيه برنامج بقول فيه انا متضايق ان انا عايش في وسط مئة مليون دكتور كل عيان جاي لحرارتك معتقن دكتور فواحد بيقول لي طمنت السبب في كده لا انا لما اتكلم في الطب انا قاطي التوعية انا مش التصرف صحيح ممنوع يا اخوانا حد يتصرف لوحده لماذا الطب مش منطق طب علم 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 حقائق وعلم يعني اول كلمة سمعتها من دكتور بطراوي رحمة الله علي لدانا تشريح كنت في سنة اولى المدسن از نتلاجك طب مش منطق طب فاكتس حقائق انت اما تسمع مني حتتصرف بالمنطق ممكن تضيع ابنك تضيع مراتك تضيع نفسك صحيح لازم تلجأ لدكتور احنا بنعمل يا اخوانا توعية امتى تجري لدكتور امتى الحكاية دي خطيرة يعني ايه كلمة دي دي توعية صحيح هل انا رجل دين يعني عشان تاخد فكرة وتحترس وتعمل لقاية وتعمل كذا انا معلاج يعني هل انا رجل دين لابكن احب اسمع جدا رجال الدين عشان الوعي ده صح وده غلط صحيح لما مش 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 لما اسمعه حبقى رجل دين صحيح صحيح او تقعد في قاعدة كده يقول لك صنا عندي القلب دي خلاص كلمة كلمة عامة خالص قديمة القلب عضلة وغلاف خارجي وغلاف داخلي وصمامات وشرايين وشوريان كبير طالع منه كل ده قلب يعني ما تقول لي عندك قلب اقول لك ايه تي ايه هل عضلة تعبانة ده مشكلة مشكلة كبيرة هل صمام تغيره وزا كان صمام هل يستحق التغيير ولا تعيش بيه انا اعرف مش طبعا ممنوع ذكر الاسامير لعب كرة وعنده صمام وبيلعب كرة وبيلعب ده سوبر ده اسم خطير وعنده صمام ايه المشكلة وبيلعب تسعين دي ايه احسن من اي واحد ولا بينهج ولا بيعود ولا اي حاجة مش معنى كده ان اللي عنده صمام يلعب كرة لا الصمامات درجات كثيرة جدا منها من يستحق التدخل الجراحي الفوري يعني حركت مثلا صمام الاورت هقول لي ايه يا الصمامات دلوقتي لو ده في سن كبير هتقول لي ده الراجل سنه 80 سنة ابنه بقى ايه يقول لي ده سنه 80 سنة اقول لي هو محتاج جراحة بسرعة يقول لي ده سنه 80 سنة اقول له يعني حركت اصدق سيب ويموت انا مش هسيب عيني يموت انا حعمل له العملية لان عنده صمام اورتة دايق فالقلب كلمة عامة هل هي عضلة هل هي سنة هل هي شريان شرين التاجية هل هي مثلا زبحة صدرية او كل ده تحت كلمة انا عندي القلب فعندي القلب كلمة عامة لازم يبقى اما يطلع من العيادة يسأل الطبيب بتاعه اي نوع من امراض القلب انا انا مصاب بيه عشان حتى لو راح لحد تاني انا ساعة اقول لي عيان انا هقول لك تشخيصك وتعرف انت عندك ايه يقول لي ليه اقول له فرض انا متي يا اخي يا رب اه ديك السحة عدر عمر يا رب تبقى عارف لما تروح لحد تاني تقول ما يبتديش من الصفر يعني دايما كل دكتور اصرحنا في مصر نحب نلف على الدكاترة وعلى فكرة دي عادة سيئة جدا هي صحيحة عادة سيئة بس يعني بعض التجارب بتبقى بتستدعي ده زمان كان في حاجة اسمها كونسولتو دكاترة تقعد مع بعض مظبوط دلوقتي ما بيعملوها للحالات يعني حالات لأ انا بعمل كونسولتو كتير جدا مع جراح ومع جراح قلبه صاد بالتليفون دلوقتي ما بقاش فيه وقت ان انا اروح لعيان ونجيب خمسة ستة دكترات واما نوسيل التواصل سهلت على ده يعني التواصل بتليفون سهل جدا جدا انت مع المريض بالزبط زمان كان صعب دلوقتي حالا كتقدر تكلم خمسة في وقت واحد